إننا نريد أن نعيش في أمان المسلم يريد أن يعبد ربه في أمان يريد أن يعيش في بيته في أمان لا تحيط به مخاطر لا يحيط به الخوف لا يحيط به أي شيء وهو الأمر نفسه لكل شعوب الأرض يجب أن تعيش الجميع في أمان وهذا لا يمكن أن يتحقق ما دام هناك اللهث حول المصالح ما دام هذا يكيد لذاك ما دامت هناك إديولوجيات الاستعلاء في الأرض إديولوجيات الهيمنة على الآخرين إديولوجيات السيطرة على مصادر الثروة لدى الآخرين الثروة فوق الأرض وإن عشنا في أمان وسلام سيتوزع هذا الخير على الجميع إن كان هناك تعاون وهناك تحاب وهناك تعايش فكل واحد يعيش في وفق ما يناسبه في الدين والدنيا ولكن للأسف الأمر غير ذلك فقد بلغت الشراسة بالإنسانية إلى درجة أن أصبح عالم البشر أحقر بكثير من وحوش الغاب هل يعقل أن نرى أجساد الأطفال تفجر بتفجيرات هل يعقل أن يصل الإنسان إلى أن يتحول إلى أداة قتل وتدمير كم من رأينا من مشاهد تعافها وحوش الغاب أو يعافها وحوش الغاب وهي أناس يتلذذون بذبح أناس بقتل أناس بتفجير أناس في بيوتهم الآمنة هل وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الوحشية؟ والله ما يحدث الآن لو عدن به إلى سنين خلت لا عافه الأجداد ولا تورعوا عنه ولا ابتعدوا على ما يحدث مهما كان دينهم ومهما كانت ملتهم ولكن للأسف بدل أن تتطور البشرية وتتحذر وتتعلم وتزداد القيم الإنسانية تجذرا ذهبنا إلى التجذر والتقدم والتطور نحو وحشية تنسي الوحشية التي سبقتها كم من تنظيم إرهابي ظهر وأنسى في التنظيم الذي سبقه كم من غزو واحتلال أجنبي أنسى في الاحتلال الذي سبقه فالوحشية تزداد وتتناثر وتحول الدين عند البعض هو قتل الآخرين وتحولت الحضارة عند البعض إلى تدمير دول الآخرين وتحولت القوة عند البعض إلى نهب خيرات الآخرين أن تكون قوياً تقوياً بقيمك الأنسانية قوياً بالعدالة الدولية قوياً بحماية الإنسان داخل وطنك وحمايته في الوطن الآخر هكذا هكذا هذا هو التطور هذه الحضارة الحضارة الإنسانية تكون في قيمها الإنسانية ما يحدث الآن ليست حضارة إنسانية ليست حضارة إنسانية ولا يمكن أن تكون حيوانية بل شيء آخر لا يمكن أن يوصف إلا بأنها لا علاقة لها بالإنسان ولا علاقة لها ببني البشر والذين جبلوا على الحب جبلوا فيهم الخير وفيهم الشر طبعاً ولكن هناك إرادة هناك إرادة لأن يتغلب الخير على الشر ولكن للأسف الشر الآن أصبح يعم هذه الأرض شر دول وشر منظمات وشر تنظيمات وشر هيئات وأشرور كثيرة أغرقت الإنسان وحولت الكثير من البشر يكرهون الحياة يكرهون أن يعيشوا بين بني جدتهم في ظل هذا الواقع المزري وفي ظل هذه للأحزان وفي ظل هذه الفوضى الحقيقية في ظل هذا الاضطراب الأخلاق الذي مس العالم ما الذي يجب علينا نحن كمسلمين يجب علينا أن نحافظ على أوطاننا يجب علينا أن نعود إلى قيم الخير التي زرعها فينا الدين شريعتنا السمحة لديها مقاصدها ومن بينها حفظ الإنسان وحفظ العقيدة وحفظ الدين وحفظ النافس نعم هذه وحفظ النسل هناك قيم راقية جداً لا يمكن أن تجدها في أي قوانين فوق الأرض حتى وإن بلغت منتهى الحضارة لكننا للأسف الشديد للأسف الشديد إن تدين أحدنا فإنه يبحث يبحث على أن يجعل لنفسه جماعة أو تنظيم وإذا التزم يريد أن يرى الآخرين كلهم على الضلال قال حتى صار التكفير فن والتفسيق والتبديع فن والتضليل فن والتخوين فن وتعددت هذه الفنون بدل أن تكون فنون خير زادت في الشر وأصبح الناس يكرهون بعضهم بعضاً هذا ينتمي إلى جماعة الفلانية والآخر إلى جماعة الفلانية كلهم تحت الدين وهذا يكره ذاك وذاك يكيد إلى ذاك وذاك يفسق ذاك وذاك يبدع ذاك ما لهذا أنزلت الشريعة سمحاً وما لهذا وما لهذا جاءت القوانين والمواثيق الدولية وما لهذا يناضل الناس من أجل إرساء دعائم العدالة الإجتماعية أقسم بالله أنني حزين وخائف على وطن الجزائر وعلى أوطاننا جميعاً والله إننا إذا بقينا على هذا الحال من الكراهية وصارت شبكات التواصل الاجتماعي بدل أن تساهم في توعية الناس وتربيتهم وتثقيفهم وتحويلهم إلى أدوات خير داخل أوطانهم تحولت إلى أدوات هدامة تستعملها المهدمون والمخربون في تخريب أنفسهم وفي تخريب أوطانهم وعندما بعد ذلك عندما تفقد وطنك عندما يقولون لك افعل كذا افعل كذا هدم خرب خرب وبعد ذلك عندما تخرب وطنك سيتباكون عليك يتباكون على العدالة الدولية يتباكون على حقوق الإنسان ولكنهم لن يوفروا لك شيء فالدول إن وفرت لكها إن فقدت وطنك وإن تم توفير لك شيء سيوفرون لك خيمة في صحراء قاحلة وعنوان لمنظمات دولية لمساعدة اللاجئين وتتحول إلى مجرد إلى مجرد إسم أو رقم تجمع بإسمك التبرعات في محافل كثيرة عندما أقول هذا الكلام أنا لا أقصد جهة معينة أو أريد هؤلاء كلهم الذين مراهم في المخيمات هم ضحايا هذه الكرهية ضحايا أنظمة للأسف الشديد بدل أن تحمي المواطن وتحمي الوطن حولت إلى تحولت إلى وحش كاسر لا لشيء إلا بسبب أطمع أشخاص في هذه المنظومة كي يحافظوا على حكمه اللعنة على حكم أريد أن أحافظ عليه وتيكون على حساب جماجم أبناء وطني واللعنة على معارضة أريد أن أنتم إليها وهدف الوصول إلى الحكم وأفعل كل ذلك حتى لو كان على حسابي جثة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله